أكثر من سبعة أشهر وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمرس وحشيته وقصفه الهمجية مستهدفان المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني في غزة ولم تكتفي قوات الاحتلال بالقتل الممنهج للأطفال والنساء بل تبقت عليهم أسوأ أنواع الحصار حتى صارت حياتهم جحيما وضعفت صحتهم وصار شبح المجاعة يتهددهم بسبب ندرة أو اختفاء المواد الغدائية ونعدام رعاية الطبية والحياة غير الآدمية في خيام مهترئة أبداً لم تعود الحياة كما كانت في غزة قبل العدوان عليها أدوان وحشي لم يكتفي بإزهاق أرواح الآمنين بل والتفت لمن تبقى منهم على قيد الحياة ليغير كل ما اعتادوا عليه في الصابق لتنقلب حياتهم رأساً على عقب أناس كانوا في الصابق ينعمون بالبيت والأسرة وأطايب الطعام ولما انهدم البيت واستشهدت الأسرة ونظر الطعام ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت وشاب شبابهم وتهدلت ملابسهم تغيير حزين شهد عليه خياط فلسطيني كانت مهنته دوماً هو توسيع ملابس زبائنه التي ضاقت عليهم وبسبب الجوع والأهوال التي يراها الفلسطينيون صارت مهنته الآن تضيق الملابس لتلائم الأجساد البائس النحيلة وبعدما كان صاحب محل خياطة أصبح يمارس مهنته وقد استظل بخرقة من القماش حتى لا تلفحه حرارة الشمس من مقاسات كبيرة لمصنع كبير لمكينة صغيرة وصلنا نضيق الأواعي لمقاسات صغيرة من قلة الأكل من قلة الشرب وما فيش حاجة الناس تكلها انه كل العالم عايش على المعلبات المعلبات اصلا ما فيش فيها مصاحة ولا فيها سكريات ولا فيها اشي وفيه سكريات الناس تكلها بتنصح بتضعفش مستويات كارثية من الجوع والحصار يواجهها أكثر من مليون فلسطينية ومجاعات في أجزاء بعينها من القطاع المنكوب بحسب تقارير أممية منذ أن بدأ الاحتلال حملته المصعورة على غزة ساعيا لإبادة شعبها بدم بارد وضمير عالمي راح في سبات عميق كيلومترات وربما أميال يمشونها من أجل الحصول على ما يسد رمقهم بالكاب وقد تحصنوا بخيام مهلهلة لا تقيهم بردا ولا حرا ينظرون لمن بقى من أطفالهم على قيد الحياة بحصرة الوضع سيء 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 كثير بما أنه في نفس الوقت أنا بعاني من شغلة كثيرة بالنسبة لأولادي تلوث فيه تلوث عندنا في المياه فيه تلوث في الأكل اللي بناكله أقول لك الأكل مش منيح اللي بجيبونا إياه لو كمان بدوا بجيبونا أكل ما فيش أكل اللي مثلا الطفل ينصح عليه حرب مأساوية على المدنيين العزل خلفت الآلاف من الشهداء والمصابين واستطاعت حكومة نتنياهو بدعم غربي غير مشروط أن تنجزها في بضعة شهور إلى أنه برغم هذا الدعم فإن هزيمة صاحقة وغير متوقعة نالها المحتل أكبرته ومن والاه على الانسحاب والبحث عن اتفاق هدنه بفضل سمود الشعب الفلسطيني صاحب الأرض